إحساس غريب ومحزن في نفس الوقت كان عندي عندما نظرت الأخ هيثم حول حدي الردة في الإسلام لأنك تناظر شخص يتمنى لك الموت وربما ينشرح صدره ابتهاجا إن شاهد صورة لك وأنت تحمل رأسك فوق ظهرك وهو فعلا إحساس غريب أنك تحاول إنسانا يفضل أن يراك ميتا لاحيا هذا الفيديو سيكون تعليقا سريعا على هذه المناظرة كنت أعتقد أن الأخ هيثم لن يتحرج من دينه ولن ينكر ما جاء في مرادعه لكنه للأسف اختار طريق المرقعين الذين يحاولون التخفيف من حجم الكارثة التي تسمى حد الردة كثير من كلام الأخ هيثم لم يكن له علاقة أصلا بالموضوع لكن هذا الأمر كان متوقعا سأحاول في هذا الفيديو أن أعرض بشكل سريع حتى لا أطيل المرادع التي استعملت أثناء المناظرة لأسهل على المهتم بهذا الموضوع التفريق بين الخطأ والصواب نسمع معا كلام الأخ هيثم حد الردة ليس لمجرد ترك الدين وهذه مسألة ألف باء فقه إسلامي حد الردة ليس لمجرد ترك الدين هذا بكل بساطة خطأ والأخ هيثم يعلم ذلك جيدا حد الردة يطبق لمجرد ترك الدين وبيّنت له هذا الأمر خلال المناظرة وها هو مثال على ما جئت به من كلام ابن تيمية في الصارم المسلول أقسام الردة وأيضا فإن الردة على قسمين ردة مجردة وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها وكلاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها نتابع وإلا فالمرأة عند كثير من أهمة السلف لا تقتل إذا ارتدت يقول الأخ هيثم أن المرأة عند كثير من أهل السلف لا تقتل إن ارتدت العكس هو الصحيح الجمهور مع قتل المرتدة وها هو مثال على ذلك في فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر في الصفحة 180 كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب حكم المرتد والمرتدة أي هل هما سواء أم لا يقول هنا قال ابن المنذر قال الجمهور تقتل المرتدة قال الجمهور تقتل المرتدة وفي كتاب الأم للإمام الشافعي كتاب الحدود وصفة النفي وصفة النفي خلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة يذكر الخلاف حول المرتدة ويرد عليه فيقول بعد أن ذكر الحديث لا يحل دم ممرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس يقول كانت كافرة بعد إيمان فحل دمها كما إذا كانت زانية بعد إحصان أو قاتلة نفس بغير نفس قتلت ولا يجوز أن يقام عليها حد ويعطل الآخر فالشافعي يرد على من يقول للمرتدة حالة خاصة أنها لا تقتل فيتابع يقول ويقول القياس فيها على حكم الله تبارك وتعالى لو لم يكن هذا أن تقتل وذلك أن الله لم يفرق بينها وبين الرجل في حد قال الله تبارك وتعالى والسارقوا والسارقة فقضعوا أيديهما وقال عز ذكره الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فقال المسلمون في التي يرمين المحصنات يجلدن ثمانين جلدة ولم يفرقوا بينها وبين الرجل يرمي إذا رمت فكيف فرقت بينها وبين الرجل في الحد الكلام طويل في هذا الباب لمن يريد الرجوع إليه لكن هو يوضح ويرد على من قال بأن وهو ليس قول الجمهور بأن المرتدة لا تقتل نتابع ابن عباس نفسه راوي هذا الحديث يقول ابن عباس يقول لا يقتلنا النساء إذا هن ارتددنا عن الإسلام لا يقتلنا النساء إذا هن ارتددنا عن الإسلام طبعا الحديث في مصنف ابن أبي شيبة الحديث هو في مصنف ابن أبي شيبة ها هو الحديث أمامكم حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال لا تقتل النساء إذا ارتدن عن الإسلام ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه فبالإضافة إلى أن هيثم اقتطع جزءا من الحديث كما أخبرته خلال المناظرة فهذا الحديث ضعيف ونعود إلى كتاب الأم إلى الإمام الشافعي يقول عن هذا الحديث وكانت حدته في أن لا تقتل المرأة على الردة شيئا رواه عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرأة ترتد عن الإسلام تحبس ولا تقتل فيقول يتابع الإمام الشافعي يقول وكلمني بعض من يذهب هذا المذهب وبحضراتنا جماعة من أهل العلم بالحديث فسألناهم عن هذا الحديث هذا الحديث حديث ابن عباس فما علمت واحدا منهم سكت عن أن قال هذا خطأ والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل العلم حديثه فقلت له ويرد على هذا الذي يأخذ بهذا الحديث قد سمعت ما قال هؤلاء الذين لا شك في علمهم بحديثك ثم في الكامل في ضعفاء الردال للإمام ابن عدي الجرجاني سفيان الثوري عندما سئل عن حديث المرتدة عن عاصم قال أما من ثقة فلا وهنا مرة أخرى ثنى ابن مهدي سألت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة قال أما من ثقة فلا نتابع أيضا وهذه النقطة خطيرة جدا الحديث الذي ذكره كافر مغربي وأنا أقرأ الحديث كاملا في سنن النسائي عن عائشة أم المؤمن رضي الله عنها قالت أن النبي السلام قال المم في آخر الحديث أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله ورسوله إذن وضع النبي السلام في الحديث الصحيح كما قال الألباني الحديث صحيح أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض إذن حد الردة مرتبط ليس بمجرد الكفر وإنما لكون المرتد في الأصل محارب أركز هنا رجاء كيف يدعي هيثم أنني جئت بحديث عائشة في سنن النسائي بينما أنا ذكرت حديث ابن مسعود المشهور مذكور في البخاري ومسلم التارك لذينه مفارق للجماعة هذا هو أشهر حديث في البخاري ومسلم فحديث عائشة جاء بألفاظ متعددة ليس فيها شرط أن يكون المرتد محاربا فعائشة تقول في أحاديث أخرى كفر بعد إسلامه والسؤال هو لماذا أصلا نحتاج قول عائشة فعندنا قول محمد بنفسه في البخاري وفي مسلم عن ابن مسعود وعندنا حديث عثمان الذي أخرجه النساء والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح لا يحل ذا ممرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نس والحديث بهذا اللفظ يوافق ألفاظ أخرى لحديث عائشة لكن ما يفعله الأخ هيثم هو أنه يأخذ لفظ من الألفاظ ويبني عليه حكما شخصيا هو الذي بنى هذا الحكم وهذا الحكم يخالف ما قال به العلماء وأجمعوا عليه نتابع أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أكلني بيعاتي والحديث في البخاري أكلني بيعاتي أنا خلاص أنا أسيب ملتك وشريعتك وهترك وأذهب خارجا هل لمسلم تتبعه؟ هل بعث من يقتله؟ يعني الحديث في البخاري يا محمد أكلني بيعاتي الكلام في حديث الأعرابي الذي قال أكلني بيعتي كثير ولم يفهم منه أئمة الإسلام أنه يسقط حد الردة فهذا الفهم استنتجه هيثم وبنى عليه أن المرتد لا يقتل إن لم يكن محاربا مخالفا بذلك الإجمع ها هو الحديث في البخاري ومسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكذر عن جابر بن عبد الله أن عرابيا بايع رسول الله فأصاب الأعرابية وعك بالمدينة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أقلني بيعتي فأبى رسول الله ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله إنما المدينة كالكيري تنفي خبثها وينصع طيبها نذهب الآن إلى شرح الحديث شرح بن بطال على صحيح البخاري قال بعض العلماء كان هذا الأعرابي من المهاجرين فأراد أن يستقيل النبي في الهجرة فقط ولم يرد أن يستقيله في الإسلام فأبى عليه السلام ذلك في الهجرة لأنها عون على الإثم وكان ارتدادهم عن الهجرة من أكبر الكبائر ولذلك دعا لهم الرسول فقال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم والدليل على أنه لم يرد الارتداد عن الإسلام أنه لم يرد حل ما عقده إلا بموافقة النبي على ذلك ولو كان خروجه عن المدينة خروجا عن الإسلام لقتله عليه السلام حين خرج وإنما خرج عاصيا ورأى أنه معذور لما نزل به من الوباء ولعله لم يعلم أن الهجرة فرض عليه وكان من الذين قال الله فيهم وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله فقال فيه عليه السلام إن المدينة كالكيري تنفي خبتها نتابع في حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه لا نسكر الأول بتاع أبي موسى الشعري رضي الله عنه عن أبي موسى الشعري رضي الله عنه أبي موسى الأشعري أخبر عمر بن الخطاب أن مرتدا قد كتل مرتدا قد كتل فقال عمر رضي الله عنه اللهم إني لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذ بلغني والحديث حسنه الألباني في التعليقات الرضية اللهم إني لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذ بلغني مرة أخرى يقتطع هيثم الحديث الحديث بالكامل يقول أن رجلا قدم على عمر بن الخطاب من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره فقال هل من مغربة خبر قال نعم رجل كفر بعد إسلامه قال فما فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه فقال عمر هل لحبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويرادع أمر الله اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني فعمر اعترض على القتل دون استتابة ليس على القتل والسجن هنا ثلاثا هو للاستتابة لا للعقوبة وجاء الحديث بروايات أخرى واضحة في قتل المرتد منها ما جاء في مصدنة ابن أبي شيبة في كتاب السير ما قالوا في المرتد كم يستتاب لما قدم على عمر فتح تستر وتستر من أرض البصرة سألهم هل من مغربة قالوا رجل من المسلمين لحق بالمشركين فأخذناه قال ما صنعتم به قالوا قتلناه قال عمر أفلا أدخلتموه وأغلقتم عليه بابا وأطعمتموه كل يوم رغيفا ثم استتبتموه ثلاثا فإن تاب وإلا قتلتموه ثم قال اللهم لم أشهد ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن نفر ارتدوا من بكر بن وائل ستة نفر ارتدوا من بكر بن وائل وحاربوا المسلمين كأي مرتد في أصله هؤلاء ارتدوا وحاربوا المسلمين فذهب آآ أنس رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب يخبره بالأمر فسيدنا عمر ماذا قال لاحظوا هؤلاء ارتدوا وحاربوا قال عمر رضي الله عنه لأن أكون أخذتهم سالما بالسلم يعني أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء هل هذه تبريرات يا كافر مغربي أم أن هذا هو قول السلف والأئمة والصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن أكون أخذتهم سالما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء فسيدنا أنا استعجب وقال يعني دلوا حاربوا وارتدوا وحاربون فقال عمر رضي الله عنه أرضاه كنت عارض عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه أعرض عليهم الإسلام مرة أخرى أن يدخلوا فيه كنت عارض عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه فإن قبلوا ذلك فإن فعلوا ذلك قبلت منهم وإلا استودعتهم السجن إذا ما فعلوش كده وحاربوني مش هحربهم ولا هقتلهم ده أنا أضعهم في السجن فقط لأكثر حتى أمنع شرهم عن المسلمين والحديث في صحيح مسند الفاروق يقول ابن عبد البر في الاستذكار قال أبو عمر يعني استودعتهم السجن حتى يتوبوا فإن لم يتوبوا قتلوا هذا لا يجوز غيره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فضربوا عنقه نتابع يقول أرثر أليلير وهو أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا في كتابه يقول لا يوجد ما نستطيع أن نقول به أنه خطأ في مسألة حرق الأطفال بقنابل النبال لا نستطيع أن نقول أن إحراق الأطفال بقنابل النبال شيء خطأ أو شيء سيء على مستوى الإلحادي لا نستطيع إلحاديا أن ننكر أن إحراق الأطفال بقنابل النبال أو أن نجزم بأن هذا خطأ فالإلحاد يدمر معنى كلمة إنسان يحول الإنسان إلى مادة تتلاطن فيها الذرات بلا معنى وتلفاحم بلا هدف لا غاية ما كتبه أرثر آلين لاف ليس بكتاب بل مقالة والمقالة كان يعلق فيها أرثر على كتاب لريترد بوزنر بعنوان economic analysis of law فهي مقالة تعليق على كتاب وهذه المقالة ليس لها أي علاقة بالإلحاد ها هي المقالة أمامكم والفقرة التي ذكر فيها حرق الأطفال بالنبال لم تكن إلا مثالا اجتثه هيثم من سياقه كما يفعل دائما فلا علاقة لما قال أرثر آلين لاف بالإلحاد أو أنه ذكر أي شيء مما ذكره هيثم عن الإلحاد لكن الحديث الذي أنا ذكرته بفضل الله عز وجل ولم تكن فيه هذه الزيادة هو الحديث الصحيح لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام الراوي عبد الله بن عباس المحدث ابن همات الدمشقي في التنكيت والإفادة وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه وطبعا الحديث كما يقول المحدث وأنا المستمعون لديهم الآن الاتصال بالإنترنت يدخلون إلى الموسوع الحديثية الآن ويكتبون هذا الكلام لألا أكون مخطئ أو أدلس عليهم يقول المحدث تفرد به أبو حذيفة وهو ممن يحتمل تفرده لجلالته وورعه وتحريه إذن خلاصة حكم المحدث أن الحديث صحيح بدون هذه الزيادة الصفحة أو الرقم 166 إذن الرواية التي أنت ذكرتها هي التي بالفعل ضعيفة لكن الرواية بدون هذه الزيادة والتي أنا ذكرتها هي الصحيحة إذن من المدلس منه الحكم للجمهور وأنا لا يعنيني إطلاقا يقول هيثم أن حديث ابن عباس موجود في كتاب التنكيت والإفادة لابن همات الدمشقي ويقول اذهبوا إلى الموسوع الحديثية لماذا نذهب إلى الموسوع الحديثية؟ لنذهب إلى الكتاب بنفسه ماذا يقول الكتاب؟ ها هو أمامكم وباب لا تقتل المرأة إذا ارتدت ما صح فيه حديث ما صح فيه حديث إذا لا أعلم هل الأخ هيثم يستنجد الآن بابن همات الدمشقي فإن كان يستغيث به فهو ضده فهو معي أنا في صف أنا يقول ما صح فيه حديث بل صح خلاف ذلك من بدل دينه فاقتلوه قلت أخرج أبو يوسف القاضي عن الإمام أبي حنيف رضي الله تعالى عنه عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال لا تقتلوا النساء إذا هن ارتدن عن الإسلام هذا الحديث الذي تكلمنا عنه يقول هنا أخرجه ابن أبي شيبة والدار قطني في سننه من طريق أبي حنيفة وفي إسناده الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال في الميزان ضعفه النساء من جهة حفظه وابن عدي وآخرون وهناك طريق آخر طريق عبد الله بن عيسى يقول الدار قطني فيها كان يضع الحديث وأورده ابن القيم في المنار المنيف وقال الدار قطني لا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخ هيثم يقول أن الحديث صحيح لماذا صحيح؟ لأن هيثم يقول أن حسب الموسوعة الحديثية الحديث صحيح طيب نذهب إلى الموسوعة الحديثية ها هو الحديث أمامكم الراوي عبد الله بن عباس المحدث ابن همات الدمشقي المصدر التنكيت والإفادة فخلاصة حكم المحدث تفرد به أبو حذيفة وهو ممن يحتمل تفرده لجلالته وورعه وتحره أين قال أن الحديث صحيح؟ أنا أستغرب صراحة كيف يلجأ الأخ هيثم إلى خلاصة حكم المحدث؟ هل يظن أن حكم المحدث هو الذي يعتمد عليه في صحة أو ضعف الحديث؟ حكم المحدث هو حكمه هو هذا لا يعني أن الحديث صحيح بالضرورة يعني حتى لو كان مكتوب هنا صحيح فهذا لا يعني أن الحديث صحيح بالضرورة لأن هذا حكم المحدث عن الحديث سأعطي مثال حتى يفهم الأخ هيثم ويفهم المشاهد ما أعنيه لو سألت أي مسلم مطلع على ما يقال حول الإسلام لو سألته عن حديث الداجن الذي أكل الصحيف الداجن الذي أكل آيات من القرآن ماذا سيجيبك؟ طبعا سيقول الحديث بنكر حديث غير صحيح أليس كذلك؟ جميل لنذهب للموسع الحديثية ونبحث عن حديث الداجن سنجده مذكورا في عدة كتب من بينها المحلل بن حزم ها هو الحديث أمامكم خلاصة حكم المحدث صحيح عن عائشة أم المؤمنين قالت لقد نزلت آية الرجم والرضاعة فكانت في صحيفة تحت سرير فلما مات رسول الله تشاغلنا بموته فدخل داجن فأكلها خلاصة حكم المحدث صحيح فحسب منطق هيثم فهذا الحديث إذن صحيح لأن ابن حزم حكم عليه بالصحة الطريف كذلك في هذا الحديث الحديث السابق حديث لا تقتل النساء هو أن الموسوع الحديثية فيها خطأ والخطأ نقله هيثم دون أن يركز في الأمر تقول الموسوع هذا خطأ طبعا هنا تقول تفرد به أبو حذيفة تفرد به أبو حذيفة هيثم طبعا لم يطلع على الكتاب أخذ من الموسوع الحديثية مباشرة فقال نفس الكلام قال تفرد به أبو حذيفة من أبو حذيفة؟ يقول المحدث تفرد به أبو حذيفة وهو ممن يحتمل تفرده لجلالته وورعه وتحريه إذن خلاصة حكم المحدث أن الحديث صحيح بدون هذه الزيادة لا يوجد أبو حذيفة في الحديث لا يوجد بل هو أبو حنيفة ليس أبو حذيفة فلا بأس نتابع أيضا النهاردة عندك كارولين كروكر كارولين كروكر علمت بيولوجيا تحبس فقط لأنها تذكر اعتراضا في أحد دروسها كلمة تصميم إلهي لماذا؟ لأنه لا يقبل التشكيك في قيم العلمانية ابتعد الأخ هيتم هنا كلية عن موضوع المناظرة وبدأ يتكلم عن مواضيع أخرى يقول أن كارولين كروكر ذكرت التصميم الإلهي فحبست هذه المسكينة المسمة كارولين كروكر ذكرت التصميم الإلهي في حصة الدرس فحبسوها المسكينة يعني حتى نقل الأخ هيتم لما يروج له الخلقيون الأمريكان غير صحيح الإدعاء هو أن هذه الأستاذة طردت من عملها بسبب أنها كانت تدرس التصميم الذكي داخل حصة بيولوجيا يعني طردت من عملها بسبب أنها ذكرت أو درست التصميم الذكي في حصة البيولوجيا وهذا الإدعاء باطل فهي لم تحبس ولم تطرد بل انتهى عقد عملها ولم يتم تجديده وما يروج له الخلقيون الأمريكان كذب فالأخ هيتم لم يأخذ فقط عن الخلقيين الأمريكان بل زاد بعض البهارات أنها ذكرت التصميم الإلهي فحبست نتابع مايكل إغنور يحبس لماذا؟ لأنه أيضا يذكر كلمة آسف يفصل من عمله لماذا؟ لأنه أيضا شكك في أحد القيم العلمانية مرة أخرى بهارات هيتمية مايكل إغنور لم يتم فصله عن العمل بل تعرض للانتقاد بسبب ورقة كتبها ولا زال هذا الشخص يمارس عمله كجراح ولا أدري أصلا ما دخل القيم العلمانية يركز دائما على العلمانية قيم علمانية ما دخل القيم العلمانية كما يسميه هيتم في كل هذا لا علاق وفي الحديث الآخر التارك لدينه المفارق للجماعة فهنا نقل ولاءه وانتماءه وسلاحه وقيادته لأمة أخرى ولذلك المرأة المرتدة لا تقتل لذلك الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يحاول الأخ هيتم إقناعنا أن المفارق للجماعة تعني المحارب من أين أتى بهذا الشرح؟ لا أدري من قال بهذا الأمر؟ لا أدري لا أحد يدري هيثم وحده يدري لأنه هو من اخترع هذا الشرح نذهب لشرح الحديث من مراجعه هذه المراجع التي يتحرج من ذكرها الأخ هيتم في كتاب حكام الأحكام لابن دقيق العيد الجزء الثاني كتاب القصاص في شرح الحديث وهؤلاء الثلاثة مباحوا الدم بالنص وقوله عليه السلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله كالتفسير لقوله مسلم وكذلك المفارق للجماعة كالتفسير لقوله التارك لدينه والمراد بالجماعة جماعة المسلمين وإنما فراقهم بالردة عن الدين وإنما فراقهم بالردة عن الدين وهو سبب لإباحة دمه بالإدماع في حق الرجل واختلف الفقهاء في المرأة هل تقتل بالردة أم لا ومذهب أبي حنيفة لا تقتل ومذهب غيره تقتل فتأكيد مرة أخرى لما ذكرته مرارا وتكرارا طيلة المناظرة لكن لا حياة لمن تنادي لم يقتص سلم كثير مثل مثلا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح مع أنه ارتدى ولكنه عاد بعد فترة عجبت لماذا يستدل هيثم بعبد الله بن أبي الصرح فالكلام كله ضده ها هو الحديث في سنن أبي داود أمامكم أنه لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي الصرح عند عثمان بن عفان فجاء به حتى أوقفه على النبي فقال يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا أو مأت إلينا بعينك قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين هذا الحديث عبد الله بن أبي الصرح كان من كتبة الوحي لكنه ارتد وفر إلى مكة وكان يفتري الكذب على الرسول فعند فتح مكة أهضر محمد دمه لسببين السبب الأول هو الردة السبب الثاني الافتراء على محمد ماذا فعل عبد الله بن أبي الصرح التدأ إلى أخيه من الرضاعة عثمان بن عفان وطلب منه أن يشفع له عند الرسول وأعلن توبته فعبد الله بن أبي الصرح تاب وكما يقول العلماء حسن إسلامه إذن محمد لم يترك مرتدا على ردته ولم يقتله بل عفى عنه للسبب الثاني وهو افتراؤه عليه وذلك لشفاعة عثمان لم يكن الأمر سهل لأنه كان يفتري على الرسول وهذه في حد ذاتها موجبة لقتله فعبد الله بن أبي الصرح وهو يطلب العفو من الرسول كان يطلبه وهو مسلم تائب لم يكن يطلبه وهو مرتد وأيضا الذين كان يعلم أنهم كفار وقالوا والله إنما كنا نخوض ونلعب فهؤلاء أيضا لم يقتلوا يتكلم هنا هيثم عن المنافقين والمنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان ولعل أسهر منافق في تاريخ الإسلام هو عبد الله بن أبي بن سلول طيب لماذا لم يقتل محمد المنافقين لماذا لم يقتل عبد الله بن أبي بن سلول يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول يقول هنا كثير مما كان يحتمله من المنافقين من الكلام وما يعاملهم من الصفح والعفو والاستغفار كان قبل نزول براءة لما قيل له ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم الاحتياجه إذاك إلى استعطافهم وخشية نفور العرب عنه إذا قتل أحدا منهم وقد صرح صلى الله عليه وسلم لما قال ابن أبي هذا ابن أبي بن سلول عندما قال لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل ولما قال ذو الخويسرة اعدل فإنك لم تعدل وعند غير هذه القصة أنما لم يقتلهم لألا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فإن الناس ينظرون إلى ظاهر الأمر فيرون واحدا من أصحابه قد قتل فيظن الضان أنه يقتل بعض أصحابه على غرض أو حقد أو نحو ذلك فينفر الناس عن الدخول في الإسلام وإذا كان من شريعته أن يتألف الناس على الإسلام بالأموال العظيمة ليقوم دين الله وتعلو كلمته فلا أن يتألفهم بالعفو أولى وأحرى إذن هذه كانت معاملة المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان فلا علاقة هنا بإسقاط حد الردة كما يقول الأخيث أيضا قلت كلمة مضحكة صراحة وأعتذر عن هذه الكلمة قلت لا تقتل المرتدة بل تسبى هذه الكلمة لا يعني صراحة أنت فجأتني بهذه الكلمة دعونا نسمع أولا ما قلته أنا خلال المناظرة هناك البعض الذين قالوا لا تقتل المرتدة تسبى أيضا قلت كلمة مضحكة صراحة وأعتذر عن هذه الكلمة قلت لا تقتل المرتدة بل تسبع يقول هيثم أن كلامي هذا مضحك هل هذا الكلام أنا الذي قلته؟ طبعا لا لكن لأن هيثم لا يعلم أن هذا الكلام موجود في مراجعه بل موجود في كلام منسوب إلى من احتج بهم في عدم قتل المرتدة مثل الحسن انظروا معي مصنف ابن أبي شيبة كتاب السير ما قالوا في المرتدة عن الإسلام حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يدعين إلى الإسلام فإن هن أبينا سبينا ودعلنا إماء للمسلمين ولا يقتلن من قال هذا الكلام؟ أنا؟ طيب إذن من المفترض أن الأخ هيثم يضحك الآن على كلام الحسن الذي كان يستدل به على عدم قتل المرتدة ربما نصيح الأخ هيثم أن لا يضحك قبل أن يطلع على ما في مرادعه من أشياء لأن في الإسلام السبي لو أن امرأة كافرة سبيت هذه المرأة أصلا لا يجوز الاقتراب منها لا يجوز وطأها وهذه الكلمة ربما أنت أيضا غير ملم بها وهذه المسألة مهمة جدا أن السبي لو امرأة كافرة لا يقترب منها مسلم لا تنكح ولا توطأ كما عليه الأئمة وهذا الذي عليه بالمناسبة الشافعية والحنابلة والأحناف والملكية اكتبوا في مواقع البحث حرمة وطأ الأمة الكافرة اكتبوا هذه الكلمة فقط وقرأوا من موقع مثلا إسلام ويب وهو يأتيكم بالأدلة أن العمة الأربعة الملكية والشافعية والأحناف والحنابلة يحرمون وطأ الأمة الكافرة لا تقترب من أمة كافرة إطلاقا ثم يقول أن الكافرة لا تضع بالسبي يقول أن الكافرة لا تضع بالسبي هكذا كلام عام الكافرة لا تضع بالسبي التي لا تضع بالسبي هي المشركة أما الكتابيات فلا مانع من وطئهم وحتى في مسألة المشركات يقودنا هذا الإشكال إلى سبايا أو طاس فسبايا أو طاس كنا من المشركات كنا من عبدة الأوثان ورغم ذلك وطئنا شراح الحديث حاولوا تبرير هذا الأمر فقالوا أن سبايا أو طاس أسلمنا قبل وطئهم هو تبرير غريب ليس له أصل في الحديث وإنما اجتهاد للخروج من المأزق لنترك الشيخ الإسلام يجيب هيثم عن وطئ المسبي في مجموع الفتاوى الجزء الثاني والثلاثون سئل رحمه الله عن الإماء الكتابيات ما الدليل على وطئهن بملك اليمين من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار وعلى تحريم الإماء المجوسيات أفتونا مأجورين فأجاب الحمد لله رب العالمين وطء الإماء الكتابيات بملك اليمين أقوى من وطئهن بملك النكاح عند عوام أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم ولم يذكر عن أحد من السلف تحريم ذلك ثم يتابع هنا فقد تبين أن في وطء الأمة الوثنية نزاعا وأما الأمة الكتابية فليس في وطئها مع إباحة التزوج بهن نزاع بل في التزوج بها خلاف مشهور وهذا كله مما يبين أن القول ركزوا هنا يعني إن سألت الآن الأخ هيثم قلت له هل يحق للمسلم أن يتزوج مسيحية أو يتزوج يهودية سيقول لك نعم أكيد لكن هيثم يقول أن وطء الكافرة المسيحية أو اليهودية وطءها لا يجوز انظر كيف يديب شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الكلام الذي قاله هيثم وهذا كله مما يبين أن القول بجواذ التزوج بهن مع المنع من التسري بهن لم يقله أحد ولا يقوله فقيه انتهى كلامك يا أخ هيثم لم يقله أحد ولا يقوله فقيه فمن أين أتيت بأن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال بأن الوثنية فيها نزاع مسألة نزاع لكن من أين أتيت أن النصرانية المسيحية أو اليهودية أنها لا توطأ بملك اليمين من أين أتيت بهذا الكلام وكما أخبرت هيثم يعني بغض النظر عن كل هذه الأمور أن الأمة المسلمة يتم وطأها بملك اليمين والمسيحية يتم وطأها بملك اليمين واليهودية يتم وطأها بملك اليمين هذا لا يشفع وتأتي وتقول هناك استثناء التي تعبد الأوتان لا يتم وطأها بملك اليمين وكأن الأمر أصبح جيدا الآن يعني عندما عملنا استثناء أصبح الأمر جيدا لا أدري هل هذا من المنطق أن نقول بأن وطأ ملك اليمين الذي هو اغتصاب طبعا أن نقول بأن وطأ ملك اليمين أصبح شيئا جيدا بسبب وجود استثناء فيه لبعض النساء أيضا أنت قلت مسألة الطفلة الصغيرة فيه مضرة إذا تدرر الطفلة الصغيرة لا زواجة لها لا درر ولا ضرار شرط النكاح هو عدم الضرار شرط النكاح في الإسلام هو الإطاقة إذا أطاقت المرأة النكاح تزوجت بغض النظر عن السن أو ما إلى ذلك لأن مسألة البلوغ مسألة نسبية وغير منضبطة ربما تكون بالغة وعبيطة ربما تكون بالغة ولا تفهم شيء يقول هيثم أن شرط الزواج طبعا ليست هناك أي علاقة بالموضوع لكن أجيب على بعض نقاط يقول هيثم أن شرط الزواج هو أن تطيق المرأة ذلك هيثم طبعا يخلط بين الزواج والوطأ فالزواج في الإسلام غير محدد بالسن غير محدد فالبنت ممكن أن تزوج ولو كانت في المهد انظروا هنا صحيح مسلم بشرح الإمام النووي باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة فيه حديث عائشة تزوج الرسول وأنا بنت ست سنين وبنابي وأنا بنت تسع وفي رواية تزوجه هي بنت سبع هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها لأنه لا إذن لها والجد كالأب عندنا وقد سبق في الباب الماضي بسط الاختلاف في اشتراط الولي وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافع وسائر فقهاء الحجاز وقال أهل العراق لها الخيار إذا بلغت نذهب إلى المغني لابن قدامه وإذا ذوج الرجل ابنته البكرة فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأبي ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء ويجوز له تزويدها مع كراهيتها وامتناعها وقد دل على جواز تزويجه الصغيرة قول الله تعالى الآية الرابعة من سورة الطلاق فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها فيعتبر وقالت عائشة تزوج النبي وأنا ابنت ست سنين وبنابي وأنا ابنت تسع متفق عليه ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذنها كانت صغيرة وروى الأثرم يضحكني دائما هذا الأثرم قريب لدارج المغربية وروى الأثرم أن قدامة بن مضعون تزوج ابنة الزبيري حين نفست وزوج علي ابنته أم كلثوم وهي صغيرة المهم مجموعة من الأمثلة حول زواج الصغيرة ما فعله هيثم في هذه المناظرة هو ما يسمى بالإنجليزي مضيينغ دو وادرش أو ممكن نترجمها تعكير المياه فمسألة حد الردة محسوم فيها وهيثم أظن أنه يعي هذا الأمر هو يعي هذا الأمر تماما أنا أظن أن هيثم عندما يكون يتكلم يعني بين مسلمين لا يأتي بأي تبرير ضد حد الردة فأظنه يعي فعلا أن هذا الأمر محسوم في مسألة الردة لكن في نقاشه مع غير المسلمين فهو يحاول أن يزين الأمر فأفضل طريقة يمكن أن تعتمد عليها هي أن تأتي بأشياء من هنا وهناك لتوحي للمستمع أن المسألة ليست بذلك الوضوح بل هناك الكثير من الشوائب واختلافات هي ليست هناك أي اختلافات المسألة واضح المسألة واضح الاختلافات ليس لا علاقة بقتل المرتد الاختلافات تكون مثلا في الاستتابة هل يستتاب لا يستتاب هل يقتل مباصرة هذه المسائل أما مسألة القتل فهي واضحة في مسألة ردة المرتدة المرأة هناك قول الجمهور هو أن تقتل الجمهور مع قتل المرتدة وهناك بعض الآراء الشادة التي تقول أنها لا تقتل بل تسبى أو تسجن أو تجبر على الإسلام لكن هما أمران أحلى هما مر حتى لو قلنا بأن حد الردة في الإسلام هو أن يحبس الإنسان ويجبر على الإسلام فهو أمر سيء ليس بشيء جيد فخلال المناظرة كل ما جاء به الأخ هيثم هو اقتطاع لأحاديث وانتقاء من بعضها واستنتاجات شخصية ليس لها أي علاقة بكلام أهل العلم لكن أظن أنها هي الطريقة الوحيدة التي كان بإمكانه أن يتكلم بها عن حد الردة الواضح أمره والذي ليس فيه أي خلاف أعتذر على طول الفيديو شكرا على المتابعة وأراكم قريبا إن شاء الحاسوب تحياتي تحياتي